مرحبا حضراتكم مرة تانية معنا في صباح النور وصلنا معاكم لفقرة الصحافة ونشوف آخر أخبار الدنيا والدنيا فيها إيه اسمحوا لي رحب ضيفي أفتاز حازم أبو دومة صحفي بجريدة الأهرام صباح الخير أهلا بك فانت منورنا معاك سريعا نجد تشوف الدنيا النهاردة فيها إيه وأهم المنشطات الصحف وهنبدأ معاكم الأخبار من اليوم السابع ورئيس الوزراء يتابع مع وزير الانتاج الحربي تنفيذ مشروع الألواح الشمسية عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماعا مع دكتور محمد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع انتاج الألواح الشمسية المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة مشروع مهم جدا وأعتقد أنه في خطوة جديدة للطاقة الجديدة والمتجددة ورغبة في الاكتفاء الذاتي حسناك برضو بتقرأ الفترة اللي جاية من خلال الخبر ده إزاي؟ والله مسألة توفير الكهرباء عن طريق الطاقة المتجددة ده من ضمن مساعد دولة الفترة اللي جاية ولاحزناه في مشروعات كتيرة من مشروعات القوات المسلحة خاصة في مناطق النقية زي وسط سينة أو منطقة جنوب سينة الدولة كانت بتولي اهتمام كبير بتوفير الطاقة الشمسية خاصة للمناطق دي طبعا ده بيساهم في مشاركة إنتاج الكهرباء بحوالي 42% من إنتاج الكهرباء المشروع طبعا هيبير يدر طبعا توفير من إنتاج الكهرباء وطبعا لما تستقدموا المنازل وهي خاصة في التكنولوجيا الحديثة وهيوفر آلاف فرص العمل سواء في مرحلة التشغيل أو ما قبل مرحلة التشغيل أنا شايف إن المشروع ده مهم جدا 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 وده بيتم بتوجهات من الرئيس عبدالتاح السيسي شخصيا يعني فالمشروع إن شاء الله بإذن الله يكون يعني زي بنقول فتحة خير كده ويكون فيه يعني شبكات كبيرة مرتبطة بيها شبكات ممكن تكون على أسطح المنازل والموضوع يعني يكون أكبر ويعمم كل يقدر يستفيد مني خاصة أن هم يستخدموا الخام بتاع الكوارتس ده والخام ده موجود بوفرة وكمات كبيرة في مناطق حدودية في مصر خاصة في شالاتين في جنوب السودان جنوب أسوام عفوا فإحنا عندنا زي ما بقول خامات محلان موجودة طيب أروح مع حضرتك لخبر تاني من جريدة الوطن والحقيقة يعني أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في كل فترة أو كل أسبوع تحديدا بيطلع بيان بينفي في بعض الشائعات المنتشرة وخليني أقول لحضرتكم برضو يمكن بعض أو أشهر الشائعات اللي كانت الأسبوع اللي فد في شائعة كانت بتتكلم عن استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتغطية الاستهلاك المحلي وقف بعض شركات التطوير العقاري في العاصمة الإدارية الجديدة لعدم الالتزام بالمواصفات القياسية للمشروعات المنفذة انخفاض شديد في منسوب مياه النيل ما يهدد الزراعة المصرية تطبيق النظام التراكمي للسنوية العامة على الصفين الأول والثاني السنوي لعام 2019-2020 في شائعة تانية بتقول عجز شديد في عقار الأنسولين في السيدليات والمستشفيات الحكومية حرمان 1500 قرية مصرية من الرعاية الصحية بيع تأشيرات العمرة بالسوق السوداء تخصيص حصص إضافية لشركات السياحة من تأشيرات العمرة بدءا من الشهر الحالي تهجير أهالي مدينتي قص ونقادة في قنى لإنشاء محور مروري دون تعويدهم توزيع أراضي بالمجان في محافظة الوادي الجديد إجبار الأهالي بالإسكندرية على توقيع إقرارات لإبقاءهم بالمنازل المعرضة للسقوط دمج كتابي التربية الدينية الإسلامية والمسيحية في كتاب واحد أزمة وقود في العريش بشمال سيناء ارتفاع أسعار الكتب بمعرض الكتاب 2020 بنسبة 40% استيراد مصر كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتغطية الاستهلاك المحلي أستاذ حزم يمكن معظم الشائعات مرتبطة بعلاقة الدولة بالمواطن وأيضا بالاقتصاد المصري فحضرتك بتشوف الرد على الشائعات دي وطريقة الرد يعني هل يكفي أن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي هذه الشائعات ولا احنا محتاجين يمكن أسلوب أكبر انتشارا في الرد على هذه الشائعات والله خطوة إنشاء المركز الإعلامي المجلس الوزراء هي خطوة نجحة وخطوة فعالة جدا جدا بس هي الحقيقة الوحدة لا تكفي مطلوب طبعا نشر حملات توعية كتير 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 جدا على سوق مواقع التواصل الاجتماعي على الانترنت على برامج التلفزيون على الفضائيات الناس تطلع تتكلم البرامج احنا في مرحلة زي ما الرئيس عفتاح السيزي حذر منها مرحلة حروب الجيل الرابع والشائعات واستهداف المواطن المصري وضرب الدولة المصرية عن طريق الشائعات دي طبعا بيخلق انهم من البلبلة وإصارة الرأي العام فاحنا بحاجة ملحة وضرورية للتوعية الشديدة للمواطن المصري احنا عندنا البيوت بسيطة يعني اي معلومة صغيرة ممكن نتحك بيها على الشرع المصري مجرد ما نقول ان ارتفاع اصعار الوقود نقول مثلا هندرس مثلا الدين الاسلامي مع الدين المسيحي برضو منعمل نوع امور حياتية يعني بتلمس حياة المواطن اما فيه اكل اللي عيشه ولو بتعيشه او في حياته في عقدته في ارتباطه بمؤسسات الدولة فالحياة كل شائعة منهم تعتبر كرسة يعني طبعا مع حضرتك وبأيد فكرة انه يريد انه كل مصدر موصوق منه مؤسسة اعلامية تكون تتحول هي لمركز اعلامي تساهم في نفي الشائعة ده صعيح هو الدور مش هيبه على مجلس الوزراء فقط يعني اكيد يعني على المؤسسات الصحفية والاخر يعني بحيث ان المواطن يبقى فاهم يعني اكيد طيب نروح لخبر تاني من جريدة الوطن ومتعلق بردود الافعال على حملة 100 مليون صحة مصدر بالصحة بيلجيتس سيزور مصر الاطلاع على تجربة 100 مليون صحة اكد مصدر مسؤول بوزارة الصحة والسكان ان بيلجيتس الملياردير الامريكي واحد اهم رجال الاعمال في العالم وصاحب شركة مايكروسوفت سيأتي مصر لزيارة وزارة الصحة ومقابلة القائمين على حملة 100 مليون صحة وتابع المصدر في تصريحات خاصة ان الزيارة ستكون خلال الايام المقبلة بعد ارسال خطابا رسميا لوزارة الصحة مطالبا المجيء ورؤية قاعدة البيانات التي انطلقت منها مبادرة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الامراض غير السرية لسا كنت بكلم عن ردود الافعال يعني ردود الافعال حاليا هي عالمية وتجربة مصر تجربة ريادية يحتضى بها في كتير من بلدان العالم صحيح ان احنا في غضون سنة نعالج 60 مليون مواطن في 18 سنة مصاب بفيروس تي ده طبعا تجربة عالمية ووقت غير مسبوق طبعا والزيارة الجتس دي طبعا هي من الشخصيات المهمة طبعا المؤسرة اللي هتلفت نظر وانتباه العالم لمصر طبعا أكتر من الناس بصلنا يعني بسبب المشروعات اللي احنا نقوم بيها هي طبعا اضافة طبعا لمصر والخبر طبعا هيسير طبعا الرأي العام طبعا بيل جتس جاي يشوف مصر عملت ايه ومصر أنجزت ايه خاصة في مبادرة مبادرة السيد الرئيسة عبدالتاح السيسي احنا ممكن ازاي نستثمر الزيارة دي والله احنا نستثمر الزيارة دي اكيد طبعا الفضائيات طبعا والحدث دي طبعا هيبقى حدث هيوصلت على الأضواء ان احنا نستفيد من زيارة بيل جتس ده يعني ندعوه مثلا لزيارة المشروعات القومية للمصر بتعملها يشوف مثلا مشروع قناة السويس الفترة دي لو طبعا الزيارة تم دخل المعرض الكتاب يجيب بص يشوف المعرض عامل ازاي يشوف الأثار السياحية يشوف يحاول يستثمر ما تكونش مقتصرة على زيارة او الحديث مع سؤلين وزارة الصحة لا يشوف بقى مصر فيها ايه يعني اذا كان مثلا هو جاي على حاجة معينة اللي هي مبادرة فيروس 100 مليون صحة لا يشوف احنا عندنا مبادرات تانية وعندنا الدولة بتنهض ازاي وتقيم مشروعات ازاي والسياحة بتاعتنا ابتدت برضو تنشط ازاي فاعتقد ان الزيارة تبقى مسمرة في هذا الاطار ان شاء الله طيب وحنا برضو بنتكلم عن تحسن الاقتصاد المصري ويمكن ما كانش فيه اي توقع ولا تخيل بانهزام الدولار وترجعه امام الجنيه المصري الخبر من جريدة اليوم السابع بيقول المانيتور تحسن الاقتصاد ومعدلات الاستثمار تدعم الجنيه المصري امام الدولار نقل موقع المانيتور المعني بشؤون الشرق الاوسط ومقر واشنطن عن اقتصاديين قولهم ان الجنيه المصري قد يستمر في اكتساب زخم مقابل الدولار الامريكي في عام 2020 وذلك بفضل تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلية والتدفق المتزايد للعملة الامريكية وقال سكرتير شعبة الصرافة في اتحاد الغرف التجارية للمانيتور قد يضعف الدولار الى اقل من 15 جنيه في الاشهر المقبلة القليلة اذا استمرت النسبة الحالية للانخفاض حضرتك برضو هقول ان قراءتك للمشهد ده وللتراجع ده واكيد هو مؤشر ايجابي لتحسن الاقتصاد المصري والحقيقة الناس ما كانتش متوقعة عن برنامج الاصلاح الاقتصادي اللي الدولة طبقته في 2016 يعني هيسمر عن هذا الانجاز والتراجع في سعر الدولار امام الجنيه لكن الحقيقة التوقعة اختلفت وكانت الدولة لها وجهة نظر سليمة ان البرنامج الاقتصادي يعني هيصب في مصلحة المواطن المصري في النهاية ووصلنا دلوقتي بعد ما كان الدولار وصل 20 و 22 دلوقتي تراجع دولار ال 15 جنيه كان متوقع يكون في زيادة تانية لو المضاحل استمر كده طبعا الدولة عملت مشروعات قومية ضخمة المستثمرين جذبت المستثمرين اجانب والاستثمار ابتدا يعنتعش عندنا المشروعات زي إرادة قناة السويس عندنا تدفق عملات اجنبية خارجية كل ده طبعا ساهم في نزول سعر او عدم الاقبال على الدولار فقال للطلب على الدولار فبالنسبة للجنيه المصري طبعا ده شيء كويس جدا وحضرك شايف فدلوقتي الاقتصاد دلوقتي المعدل دلوقتي تبقى للتقارير العالمية حوالي 5 و 6 من 10 ومتوقع ان هو في خلال 21 يبقى حوالي 6% دلوقتي تقريبا بقينا رقم 3 عالميا في النمو الاقتصادي بعد الصين والهند فده طبعا مؤشر كويس جدا 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 وحاجة غير مسبوقة أكيد كنا يعني بنضرب المثل بتجربة الصين نجحت من حالة الكساد الاقتصادي انها تقتحم وتوصل لأكبر والأعلى اقتصاديا عالميا ده صحيح ده صحيح ده احنا يعني احنا رقم 3 يعني عاوز اقول حضرك امريكا فين وبقية الدول الاوروبية فين احنا حققنا معدل كبير جدا يعني تحدي كبير نجحت مصر فيه وان شاء الله تقدر تنجح فيه الفترة طبعا بفضل توجهات القادة السياسية نروح لخبر تاني من جريدة المصري اليوم اجتماع الخرطوم ملامح اتفاق على جدو الزمني لملء صد النهضة ذكرت مصادر معنية بملف ميهني لأن الاجتماعات الفنية والقانونية لكل من مصر وإسيوبيا والسودان في العاصمة السودانية الخرطوم شهدت تقارب وجهات النظر في بعض المواقف رغم وجود تباينات في بعض المواقف الفنية والقانونية لافتة إلى أنه تم التوصل إلى ملامح اتفاق على جدو الزمني لملء صد النهضة وإعداد مقترحات جديدة حول النقاط الخلافية تستعرض كل دولة خلالها رؤيتها لحل هذه الخلافات وعرضها على وزراء مياه وخارجية الدول التلاس باجتماعهم المقبل في واشنطن يومي 28 و 29 يناير الجاري يمكن الفترة اللي فاتت ومع تعنط الجانب الإسيوبي والبيانة اللي تم إصداره من قبل الجانب الإسيوبي كنا شايفين أنه يعني خلاص بقى فيه تراجع فيه المفاوضات وإن إحنا وصلنا خلينا نقول لحاقة سد فيه المفاوضات الخبر النهاردة بيقول أنه لسه في بعض النقاط المضيئة لتقارب وجهات النظر ده صحيح هو الأزمة طبعا متفقمة على فترات ماضية وتعنط فعلا زي ما حضرك بتقول الجانب الإسيوبي لكن فيه نقاط مضيئة دلوقتي أو بارقة أمل إن شاء الله هنشوفها في اجتماعات وزراء الخارجية للدول التلاتة خاصة إن الإشكالية على سنوات التشغيل والملء وهو ده الخلاف يعني لكن دلوقتي أعتقد أن الأمور وصلت إلى مجرى طبيعي بعد تقارير اللي جاني الفنية والقانونية وحاول يوصلوا لصيغة مشتركة بما لا يضر مصالح طبعا دول المصاب زي مصر وسودان وأتوقع إن شاء الله بإذن الله أن الأزمة ستحل إحنا مع تصريحات القادة السياسية في مصر أنه لا مساس بحصة مصر فيه مياه النيل ولن نقبل هي مسألة حياة رئيسا فتح سيسي قال أنه مسألة حياة لنثقة أنه لازم يعني إذا فشل حل هيكون بدل الحل في حلول تانية كتير الخبر اللي جاي من جريدة المصري اليوم مصر تفوز برئاسة لجنة السياحة والاستدامة على هامش معرض الفيتور بمدريد فازت مصر برئاسة لجنة السياحة والاستدامة في دورتها الرهنة بدءا من يناير 2020 ولمدة عامين بينما فازت سربيا بمقعد نائب الرئيس وترقصت غدا شالبي نائبة وزير السياحة والأثار لشؤون السياحة اجتماع اللجنة الذي نعقد على هامش فعليات معرض الفيتور السياحي بالعاصمة الإسبانية مدريد في الفترة من 22 وحتى 26 يناير الجاري نجاح آخر حققته مصر يعني بعد رئاستها للاتحاد الافريقي ونجاحها فيه خطوات كتير جدا بشأن القارة الافريقية بشكل عام والنهاردة الخبر كمان بيتكلم على مستوى وزارة السياحة والاستدامة ده من الأخبار برضو اللي ابتدعوا للتفاؤل يعني زي خبر بيجيتس وغير وغير ونجاحات اللي حققتها مصر يعني صحيح شايف ان الدولة برضو بتمضي قدما نحو تحقيق نجاحات كبيرة في قطاعات كتيرة زي السياحة منها طبعا ان احنا طبعا فقدنا او زي ما اقول السياحة شبه كانت نهارت بعد الحداث اللي مرت بها مصر للفترات والسنة الماضية في دلوقتي الدولة بتسعى مسايا حميدة في تنشيط عملات السياحة وفوز مصر طبعا ده شيء طبعا مشرف وينجاز آخر زي ما حضرتك قلتي وان شاء الله بإذن الله بنأمل نكون قطاع السياحة حصل له برضو طفرة غير مسبوقة زي ما حصل في الاقتصاد البنأمل ده بعد الخبر اللي احنا قريبا ان يكون فيه انتعاشة وطفرة مرة تانية في قطاع السياحة انا اتشرفت بوجود حضرتك جدا استاذ حزم ابو دومة الصحفي بجريدة الاهرام نورتنا ومرة تانية صباح النور شكرا لوجودك معنا النهاردة خلينا دلوقتي نخرج مع حضرتكم لفاصل وبعدها نرجع يعني ان شاء الله انا وسحايا نكمل مع حضرتكم باقي فقرات حالتنا النهاردة اشتركوا في القناة